حلقة جديدة تشهدها ساحة المنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا بعد إطلاق مارك زوكربيرغ المالك لمجموعة متى الأمريكية العملاقة تطبيق ثريدز في تحدي قوي لمنصة تويتر التي تواجه في الأوينة الأخيرة تعثرات وحالة من الفوضى إطلاق ثريدز جاء بعد انتقادات متبادلة لزوكربيرغ وماسك استمرت عدة أشهر وبعد شراء ماسك لتويتر في أكتوبر العام الماضي تراجعت قيمة المنصة على وقع قراراته المتخبطة زوكربيرغ لم يترك أي فرصة دون أن يستغل عثرات تويتر ففي منشور على تطبيقه الجديد ثريدز أعرب عن اعتقاده بأنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص وأضاف أن تويتر حظي بفرصة للقيام بذلك لكنه لم ينجح وفي أقل من يوم بلغ عدد المنضمين إلى التطبيق الجديد أكثر من ثلاثين مليون مشترك في انطلاقة قوية لثريدز الذي أصبح متاحا في أكثر من مئة دولة كما حصلت علامات تجارية مثل بيلبورد وناتفليكس ومشاهير مثل شاكيرا وجينفر لوبيز على حسابات في غضون دقائق من تدشين التطبيق وللاستفادة من قاعدة المستخدمين الضخمة لإنستجرام ارتبط تطبيق ثريدز بالمنصة التي تحتوي نحو مليارين وثلاثمائة مليون مشترك النشط حيث يمكنهم الدخول إليه بواسطة بياناتهم المسجلة على إنستجرام ومتابعة نفس الحسابات ومع احتدام المنافسة هددت شركة تويتر بمقاضات شركة متا لتشابه تطبيقها الجديد ثريدز مع تويتر واتهمتها باختلاس أسرارها التجارية ونسخ جميع مزايا التطبيق بعض المستثمرين وصفوا تطبيق ثريدز بأنه قاتل تويتر ووسط هذه المنافسة يظل المستخدم هو المستفيد من تنوع مواقع التواصل الاجتماعي شكرا